الراجع الفصل الثالث عندي أولا حل نظام من معادلتين خطيتين بمن بالحذف إذن إحنا بالبداية راح نجي نحل المعادلات بطريقة الحذف زيان حتى يجي أباوع على المعادلة الأولى وأباوع على المعادلة الثانية هو بالسؤال شي يقل لي باستعمال طريقة الحذف يعني يحدد لي لازم أحل بطريقة الحذف زيان إهنا أنا من أباوع على السؤال أنا أحدد أنت كطالب أنت تحدد لو تحذف الـ X لو تحذف الـ Y حتى أجي أحذف الـ X أو أحذف الـ Y إهنا لازم أكو شروط للحذف شنو هاي الشروط؟ ضعوا يا أيا مثلا هسا هنا عندي معادلتين لا على التعين هاي معادلة هسا عندي أريد أحذف أنت تقرر إذا تريد تحذف الـ Y لازم أول شي تكون الإشارات مختلفة بالمعادلة الأولى وبالمعادلة الثانية باوعت هسة قرر طالب أنه يحذف الـ Y لازم تكون الإشارة بالمعادلة الأولى وبالمعادلة الثانية مختلفات إذن هسا الإشارات شبيهين مختلفات جيد أول شرط تحقق أن الإشارات مختلفة زيان ولازم تكون المعامل مال الحد الفوق يعني مال الواي المعادلة الفوق هو نفسه بالمعادلة الثانية هذا الواي شقد معاملة اثنيا وبالواي الثاني شقد معاملة اثنيا إذن لازم يكون المعامل مال الواي بالمعادلة الأولى هو نفسه معامل الواي بالمعادلة الثانية نفسه أي نفسه إذن تحقق الشرط الأول تحقق الشرط الثاني تقدر تحدفهم إذن هنا أنا حذفت الواي بينما تجي بالإكس هاي إشارتها موجب هاي إشارتها موجب الإشارات ما متحقق إحنا قلنا لازم تكون مختلفة هنا عندي ثلاثة هنا عندي شنو عندي أربعة إذن المعاملات هنا مختلفة الشرط الثاني هم ما تحقق هيا بعدين نجي عليها ومثلا انطيتك معادلة هسه انطيتك معادلة ثانية اهنان انت سيد الموقف انت تحدد لو تحذف الـ X لو تحذف الـ Y هسه طالب قال استاذ انا اريد احذف الـ Y اضم الـ X استاذ لازم اول شرط تكون الاشارات مختلفة ايه استاذ اهنان الاشارات مختلفة الشرط الاول تحقق استاذ لازم يكون المعامل مال الـ Y بالمعادلة الفوق نفسه جوه زين فوق اكو ثلاثة شو جوه ما اكو ثلاثة خلاص اذا اهنان انت لازم تقول اضرب المعادلة الثانية في ثلاثة اهنان لازم انت تحدد فوق هنا ثلاثة جوه جيت جوه واحد ما مساويات اذا استاذ المعادلة الجوه تحتاج اضرب بالثلاثة على مود الصير نفسه فوق طالب ثاني اش قال قال لا والله استاذ انا اريد احذف الـ X اهنان موجب اهنان هم موجب استاذ الشرط الاول ما تحقق لازم الاشارات شو تكون تكون مختلفة اذا لازم نحدد وحدة من المعادلات نضربها في سالب وحدة من المعادلات لازم تنضرب بسالب استاذ اهنان اثنيا هنا ماكو ثنيا خلاص اذا المعادلة الثانية تنضرب بثنيا على مود الصير نفسه فوق وتنضرب بسالب اذا الصير اضربها بسالب اثنين على مود الصير نفسه فوق هس انت فهمت شلون تعامل ويا المعادلة اني جي ناخذ امثلة قل لي جيد مجموعة حل النظام باستعمال طريقة الحذف ممتاز هس انت سيد الموقف منو تريد تحدف استاذ بله خل باوع منو اشاراتهم مختلفة اها استاذ اهنان الواي اشاراتهم مختلفة فوق موجب جوه سالب الشرط الاول اتحقق استاذ فوق اثنيا جوه مو اثنيا اذا المعادلة الثانية بيش اضربها على مود الصير نفس الفوق راح ادقل لي استاذ اكيد اضربها اليك في اثنيا ممتاز اذا استاذ المعادلة الاولى تنزل نفس ما هي اكس زائد اثنيا واي تساوي خمسة المعادلة الاولى تنزل نفس ما هي المعادلة الثانية نضربها باثنيا ثلاثة اكس في اثنيا تنطيني ستة اكس ناقص واي في اثنيا تنطيني اثنيا واي تساوي واحد في اثنيا ينطيني اثنيا اذا هايا معادلة رقم اثنيا ممتاز هسا راح نجي نحذف الواي لان مش شابهين ومختلفين بالاشارة راح يروحون هذا الاكس موجب وهذا الاكس موجب اكس زائد ستة اكس تنطيني استاذ سبعة اكس اكس زائد ستة اكس يعني اكس ازيده ستة اكس ينطيني سبعة اكس يساوي هذا خمسة زائد لان هذا موجب وهذا موجب خمسة زائد اثنيا اش راح تنطيني استاذ راح تنطيني السبعة زيان احنا نريد نطلع الاكس انا اريد الاكس الاكس يا مها سبعة شلون اتخلصوا من السبعة بين السبعة والاكس عملية الضرب علاج الضرب نقسم اذا ننقل لها تقسيم سبعة نقل لها تقسيم سبعة السبعة يروح ويا السبعة فيبقى عندي X يساوي سبعة تقسيم سبعة بيها واحد حصلت على الـ X جيد هساني أريد أطلع الـ Y طلعت الـ X هذا الـ Y شو رح نطلع نقول لـ X أعوض بيها معادلة عجبك هنا نتعوض للـ X بأي معادلة عجبك أتقل لـ إن معادلة رقم واحد نروح على معادلة السؤال هاي معادلة رقم واحد ايش قبدو الـ X الـ X واحد أنزل عوض بمكانة واحد احنا قلنا الـ X نعوض بمعادلة رقم واحد هاي معادلة رقم واحد أشيل الـ X أكتب بمكانة واحد زائد 2Y يساوي لـ 5 استاذ هذا الـ 1 أنقل الأرقام تروح يم الأرقام إذن 2Y تساوي لـ 5 الواحد موجب منت حوله يصير سالب واحد 2Y تساوي 5 ناقص واحد تنطيك أربعة استاذ احنا نريد الـ Y بين الـ Y والاثنين العملية ضرب شنعلات الضرب راح تقول لـ استاذ القسمة أقسم على 2 الاثنين راح أتوية الاثنين فبقى عندي ويساوي أربعة تقسيم اثنين هي اثنين صارت عندي X معلومة عندي Y معلومة قل الجد مجموعة S مجموعة الحال الـ X واحد الـ Y اثنين يربالك هاي لازم تكتبها اذا ما اكتبتها ترى نقصوك درجة انتهى السؤال انتقلك لسؤال آخر على موضة نضبط بعد أكثر بعدنا مستمرين بطريقة منه بطريقة الحذف هسيت باوعلي على السؤال انت سيد الموقف منه تحذف تقلل استاذ بالبداية اباوع على الاشارات اها لقيت الـ Y الاشارات مالاتها مختلفة اذا اول شرط تحقق استاذ هنانا اربعة هنا اثنين ذو لمام الساوين هاي الاثنين اشنون اسويها اربعة راح تقلي اكيد استاذ اضربها في اثنين لان اثنين في اثنين شا صير يصير اربعة نفس الفوق اذا المعادلة الثانية تنضرب باثنين ممتاز جدا اذا الاولى تنزل ثلاثة اكس ناقص اربعة واي تساوى اثنى عش معادلة رقم واحد خمسة اكس في اثنين تنطيني عشرة اكس الزائد ينزل اثنين واي في اثنين تنطيني اربعة واي تساوي سالب ستة في اثنين تنطيني سالب اثنين هايا معادلة رقم اثنين هسا راح نجي نحدف اباوع على الواي مساوين مختلفين بالاشارة ذو الراحة هايا موجب وهايا موجب ذول الاشارات شبيهة مش شابهة نجمع ثلاثة اكس زائد عشرة اكس تلتعش اكس يساوي اثنعش ناقص اثنعش صفر جيد استاذ انا اريد اكس بين الاكس والتلتعش عملية ضرب علاج الضرب انقسم اذا نقسم على تلتعش تلتعش راح اتوي الى تلتعش اذا اكس راح تساوي صفر على اي كمية هي صفر مو تقل تلتعش دير بالك صفر تقسيم اي شي هو صفر اريد اطلع واي اقل ان معادلة يا معادلة تريد الاولى لو الثانية السادخ للثانية مساعدنا الاولى ان معادلة رقم اثنين عادي معادلة رقم واحد ما اكو اي مشكلة وانها معادلة رقم اثنين هاي معادلة رقم اثنين الخمسة تنزل الاكس اشي اذا اكتبوا مكانها صفر زائد اثنين واي تساوي سالب ستة ممتاز خمسة في صفر تروح صفر خمسة في صفر صفر ما نكتبه شن البقاء بقاء اثنين واي تساوي سالب ستة بين الواي والاثنين اكو عملية الضرب شنو علاج الضرب استاذ نقسم على اثنين الاثنين تروح ويا الاثنين اذا الواي تساوي سالب ثلاثة مجموعة الحال ما انساها اللي هي صفر بسالب ثلاثة انتهي السؤال نعم انتهي السؤال سؤال سهل جدا هسا المفروض انت بما انهان حليت لك سؤال انت تتحل بعث وحدك طلع اسئلة وانت تتحل وحدك زيان نجي هنانه انت سيد الموقف تحدد منه تحذف استاذ باوعت هنا الاغس اشاراتهم اثنيناتهم موجب باوعت على الواي اشاراتهم اثنيناتهم سالب اها هنا مشكلة اول شي الاشارات ما مساوية اهنان اثنيا فوق ماكو اثنيا حمل معامل ما للاكس مختلف اهنانه اربعة اهنانه ثلاثة اها اهنانه لازم احدد منه الاحدث اذا تروح على الواي الواي فوق ثلاثة وجوش قد جوه اربعة دولة ما مساوية لازم تضرب الفوق برقم وتضرب الجوه برقم على مو دي الساوون زيان اهنانه اثنيا هاي المعادلة بيش اضربها والصير نفس الجوه استاذ الاكس اضربها باثنيا على مو دي الساوير نفس الاثنيا جيد اذا المعادلة الاولى راح اجي اضربها باثنيا زيان استاذ هم اثنيناتهم اشاراتهم موجب لازم وحدة من المعادلات نضرب بسالب اذا اقل الاولى اضربها بسالب على مو دي الساوير قبل اضربها بسالب اثنيا صير اضرب الثانية بسالب عادي ماكو مشكلة اضرب الثانية بسالب اذا هسا احنا قلنا نضرب الاولى باثنيا ونضربها فرد مرة نضربها بسالب اذا على مو دي الساوير اضربها بسالب اثنين اذا اكس في سالب اثنين تنطيني سالب اثنين اكس سالب بالسالب تنطيني موجب اثلاثة واي في اثنين ستة واي تساوي ستة في سالب اثنين سالب في معاش معادلة رقم واحد زيان هس اثنيا اكس انزلها ناقص اربعة واي تنزل تساوي لاربعة وعشرين معادلة رقم اثنيا هس راح نحذف منه استاذ الاكس مش شابين بس مختلفين بالاشارة واحد سالب واحد موجب دو ولا راح حول اجعل الواي احنا نس موجب ستة واي ناقص اربعة واي ستة واي ناقص اربعة واي استاذ اثنيا واي مبينه ستة واي طير من يمها اربعة واي اثنيا واي تساوي اثنعش سالب اثنعش باع باع هنا خلي اكتب هنا سالب اثنعش زائد اربعة وعشرين لان اربعة وعشرين شارتها موجب اشارات مختلفة اشارة الكبير موجب واطرح راح تنطين اثنعش اربعة وعشرين تروح من يمها اثنعش تبقى اثنعش اذا اكتب اثنعش انا اريد واي استاذ اهنان راح اجي اقسم على 2 إذن الواي راح يساوي 12 كم 2 بها 6 إن يا معادلة تعجبك أستاذ إن معادلة رقم 1 تريد بـ 2 ماكو مشكلة معادلة رقم 1 الـ X ينزل الناقص ينزل 3 ينزل راح أشيل الواي أكتبه مكانه 6 يساوي شنو يساوي 6 X ناقص 3 في 6 18 تساوي 6 X تساوي هذا الـ 18 سالب راح أنقله للطرف الآخر فيصير 6 زائد 18 هو سالب من تحوله يصير موجب إذن X راح يساوي 6 زائد 18 24 إذن S مجموعة الحل تساوي X 24 25 والـ Y 6 انتهى أي نعم أخليك تضبط الموضوع 100% بعدنا مستمر طبعا بالحذف إذن أنت تحدد نحذف الـ X لو نحذف الـ Y أباوع على الـ Y اثنيناتهم موجب هاي أول طريقة ما تحققت وهذا أربعة هنانا ثلاثة هاي مشكلة زياني هنانا الـ X هم اثنيناتهم موجب الـ X الفوق ثلاثة اثنينات جوا ثنيا هسي انت تبقى سيدة موقف تريد تحذف الـ X لو الـ Y سا خلن نحذف الـ X لأن شوية أرقامة أبسط عادة تحذف الـ Y ماكو مشكلة زيان أول شغلة أستاذ اثنيناتهم موجب لازم موحدة من المعادلات تنضرب بسالب هاي أول شغلة زيان لازم الفوق يساوي الجوا شون أساويهم باعوا يا ايا تعال ثلاثة في ثنيا باع باع خل أضربهم ثلاثة في ثنيا ستة ثلاثة في ثنيا ستة جيد إذن الفوق لازم أسوي ستة والجوا لازم أسوي ستة باع باع ثلاثة في ثنيا ستة إذن الفوق لازم أسوي ستة وتجوا أسوي شنو أسوي ستة هاي الثلاثة بيش أضربها وصير ستة أستاذ تضرب لياها في ثنيا أصير ستة ثلاثة في ثنيا ستة اتجوا لاثنيا بايش أضربها وصير ستة أستاذ أضربها في ثلاثة خلص إذن المعادلة الأولى تنضرب بثنيا المعادلة الثانية تنضرب بيش بثلاثة طالب قال أستاذ أجعل الواي أريد أحد في الواي أول شي شاراتهم موجب لازم واحدة من المعادلات تنضرب بسالب أستاذ هنا أنا عندي أربعة هنا عندي ثلاثة ما مساوين شلون أساويهم باوع أربعة في ثلاثة أثنعش إذن الأربعة بيش أضربها والصير أثنعش والثلاثة بيش أضربها والصير أثنعش الاربعة اضربها في ثلاثة صير اثنعش والثلاثة اضربها في اربعة صير اثنعش شوفان اش قلت قلت اربعة في ثلاثة اثنعش اذا الفوق لازم اسوي اثنعش وتجو اسوي اثنعش الاربعة اضربها بالثلاثة صير اثنعش الثلاثة اضربها بالاربعة صير اثنعش هاي اذا انت تريد تحذف الواي علمتك شون تحذف هسا تريد تحذف الواي زيان هس احنا راح نحذف الـ X قلنا نضرب المعادلة الأولى باثنين نضرب المعادلة الثانية بثلاثة بوقت سالب يا معادلة تريد تضربها بسالب هاي بوقت يمك المعادلة الأولى نضربها بسالب جيد جدا ثلاثة X في سالب اثنين سالب 6X موجب بالسالب ينطيني سالب 4Y في اثنين 8Y تساوي 10 في سالب اثنين سالب عشرين المعادلة رقم واحد اجي 2X في ثلاثة 6X زاد ينزل ثلاثة Y في ستة ثلاثة في ثلاثة ينطيني تسعة Y مو تقلل ستة دير بالك مو تقلل ثلاثة في ثلاثة ستة اكو طلاب ترى سويها ثلاثة Y في ثلاثة تسعة Y سبعة في ثلاثة واحد وعشرين هسا نحدف قلنا منحدف منه الـ X مش شابهين مختلفين بالإشارة ذو اللي يروحون أجعل الـ Y سالب ثمانية Y زاد تسعة Y إشارة الكبير وأطرح لأن الإشارات مختلفة إشارة الرقم الكبير موجب وأطرح راح تنطيني واحد Y تساوي سالب عشرين زائد واحد وعشرين إشارة الكبير موجب وش يسوي أو أطرح راح ينطيني واحد إذن الـ Y طلع لي واحد هذا الواحد اللي بصف الـ Y تكتبه ما تكتبه ما يأثر إذن طلع لي الـ Y واحد إن يا معادلة تعجبك إن معادلة رقم واحد وإنها معادلة رقم واحد هاي 3X زائد أربعة أشيل الـ Y أكتبه مكانة واحد يساوي لعشرة 3X زائد أربعة يساوي عشرة ساد ننقل الأرقام يمي الأرقام 3X تساوي عشرة ناقص أربعة 3X تساوي عشرة تروح أربعة بيها 6 أنا أريد X أقسم على 3 إذن X راح تساوي 6 كم 3 بيها 2 إذن S مجموعة لا أبلش بطريقة التعويض أكو سؤال وزاري إجي 2019 دور أول لاحظت هاي المعادلة طبعا رح أرتب لك إياها إحنا ورا اليساوي أكو صفر لو أكو أرقام باع بالمعادلات الحل يناهل ورا اليساوي ساذ أكو أرقام مصفارة إذن أنت بالبداية هذا الرقم لازم تنقله مريد ورا اليساوي صفر إذن ثلاثة يناقص ثلاثة سالب سبعة من تنقله صير موجب سبعة وهنان هاي معادلة واحد والواي زائد ثلاثة إكس هذا الموجب من تحول يصير سالب خمسة معادلة رقم ثنيا هس هاي انت تحله أنا رتبت لك إياها خاف يجي بالسؤال مثل هاي المعادلة ورا اليساوي أكو صفر ذن الأرقام انقلهين فصير معادلة حالة حال البقية خايا أريدك انت تتحلها على موت تتقوى ترى من تتحل الواجبات انت راح تتقوى والمادة راح تطبع ببالك بعد ما تنسي زين هس راح نبلش بطريقة التعويض طريقة التعويض حتى نجي نعوض انت تاخذ وحدة من المعادلات تتعوضها بالثانية اذا اخذت معادلة رقم واحد انت تشيلها تعوضها بمعادلة رقم اثنين واذا تريد تاخذ معادلة رقم اثنين اتعوضها بمعادلة رقم واحد زين شوفوا يا ايا حس انت اما معادلة تريد تاخذ استاذ اريد اخذ معادلة واحد اعوضها بالاثنين نزل معادلة رقم اثنين y تساوي x زائد 6 راح أجيب معادلة رقم واحد أعوضها بمعادلة رقم اثنين المعادلة رقم واحد واي شي يساوي استاذ يساوي 4X الواي يساوي 4X إذن هذا الواي راح أشيله شاكتبه مكانه أكتب 4X يساوي X زائد 6 هنا شا تقل لي هاي طبعا يا معادلة معادلة رقم اثنين هنا شا نقل لي نقل لي نوعوض واحد في اثنين أنا معادلة رقم اثنين نزلتها أجيب معادلة رقم واحد أعوضها بالثانية معادلة رقم واحد الواي شي يساوي 4X إذن هذا الواي معادلة رقم اثنين أشيله أكتبوا مكانه 4X و X زائد 6 تنزل أنقل الأكسات يم الأكسات إذن هذا الأكس يروح يم ربعة 4X هو موجب من تحوله يصير سالب X العفو سالب X يساوي 6 4X ناقص X أكتبوا موجب من تحوله يصيره 3X يساوي 6 أنا أريد X أقسم على 3 أقسم على 3 3 تروحوا إلى 3 إذن X تساوي 2 2 ماذا هي 2 إن يا معادلة أستاذ معادلة رقم 1 على مد طلع Y Y تساوي 4 في 2 Y تساوي 4 2 إذن اسم مجموعة الحال هي 2 8 انتهي نعم انتهي أنت زيان أستاذ هنان المعادلات ما مترتبة هنان المعادلات ما مترتبة زيان انتهي طريقة التعويض احقرر تاخذ يا معادلة ساذ أخذ معادلة رقم 1 إذن معادلة رقم 1 أنقل السالب 5 X للطرف الآخر إذن يصير Y يساوي 10 زائد 5 X معادلة رقم 1 أنا بالمعادلة لازم Y يساوي أنا مثلا أقرر يا معادلة أخذ الأولى له الثانية أخذت الأولى المعادلة الأولى لازم Y يساوي المعادلة الأولى Y يساوي لا إذن لازم أنقل 5 X سالب للطرف الآخر على موضي يساوي جيد هس هاي المعادلة معادلة رقم 1 مناخذتها رتبتها وين أعوضها؟ أعوضها بمعادلة رقم 2 أقل لنا أعوض معادلة 1 في معادلة رقم 2 جيد وينها معادلة راح أخذ معادلة 1 أشيلها وين أعوضها؟ أعوضها بمعادلة رقم 2 وينها معادلة رقم 2؟ هاي معادلة رقم 2 إش قبل Y؟ استاذ Y 10 زائد 5 X إذن هذا Y أحفه أكتب مكان 10 زائد 5 X ناقص 3 X يساوي 8 هاي شلون استاذ أنا مو قل تعوض معادلة 1 في معادلة 2 هاي معادلة 1 راح أشيلها عوضها ب2 هذا Y راح أشيله أكتب مكان قيم تشجد هي 10 زائد 5 X إذن هذا Y شلته كتبت مكان 10 زائد 5 X والناقص 3 X نزلت يساوي 8 استاذ أنقل الأرقام يم الأرقام يعني الأكسات تبقى بجهة والأرقام تبقى بجهة إذن 5 X ناقص 3 X بقى تبجهة العشرة 8 أبقيها هاي العشرة من نقلته صارت صارت سالب زائد 8 هاي هاي العشرة من نقلته صارت صارت سالب 10 زائد من وزائد 8 تريد تكتب 8 ناقص 10 ما ها مشكلة أكو طالب يقول استاذ أريد أسويها مثلا هي مو 10 زائد 5 X ناقص 3 X تساوي 8 أقدر أنقلها أقل 5 X ناقص 3 X تساوي 8 ناقص 10 ما مشكلة عادي تقدر تقدر تقدم متأخر ما مشكلة زيان 3 X ناقص 5 X ناقص 3 X 2 X 5 X 3 X 2 X يساوي هنالإشارات شبهها مختلفة إشارة الرقم الكبير سالب وأطرح راح تنطيني سالب 2 أنا مو أريد X أي نريد X نقسم على 2 إذن X راح تساوي السالب هذا ينزل 2 تقسيم 2 1 إن يا معادلة أستاذ إن معادلة رقم 1 تريد هاي الجديدة لو تريد ديش تجد الفوك بكيفك خلي نعوض ها بالجديدة أقل Y يساوي 10 زائد 5 أم كان X أعوض قيمتها اللي هي سالب 1 Y تساوي 10 موجب بالسالب ينطيني سالب 5 في 1 5 إذن Y راح ينطيني 10 ناقص 5 5 إذن S مجموعة الحل سالب 1 5 انتهي أين عملته إذا ما تحل وراي ما تتقوي زين ناخذ سؤال آخر أهم بطريقة التعويض أستاذ يا معادلة ناخذ ناخذ المعادلة الأولى أستاذ المعادلة الأولى X زائد 8 Y تساوي 10 إحنا راح ننقل منه باوع إحنا هسنا راح ناخذ المعادلة واحد X زائد 8 Y تساوي 10 أنقل منه أستاذ أنقل Y للطرف الآخر X يساوي 10 ناقل على 8 أنت إذا جيت قلت لا والله أستاذ أنا مو X زائد 8 Y تساوي 10 أنقل X لغات على مدى بقيها نفس ما المساع 8 Y تساوي 10 ناقص X 10 1 1 1 8 لازم أقسم على 8 وهنا مشكلة راح يصير كسور فأت تبتعد عن هاي إذن أباوع منه معاملة 1 X معاملة 1 نقل Y معاملة 1 X إذن نقل Y للطرف الآخر إذن راح تصير X تساوي 10 ناقص 8 Y هاي معادلة رقم 1 أخذتها رتبت هاي شا قل له أقل لنعوض معادلة 1 وين في معادلة رقم 2 وينها معادلة رقم 2 هاي إهنان X عندي 10 ناقص 8 Y هذا X راح أشيل شا اكتب مكان عشرة ناقص 8 Y الناقص 4 Y تنزل تساوي 2 إذن هذا X أنا شلته كتبتم وكان قيمته 10 ناقص 8 Y والناقص 4 Y نزل يساوي 2 10 10 اشارتها موجب من تتحول شا صير صير سالب اذا سالب ثمانية واي تبقى ناقص اربعة واي تبقى اليساوي اثنيا يبقى هذا العشرة موجب من تحوله يصير سالب عشرة اشارات شبيها استاذ الاشارات هنا انا مش شابهة اتنزل اشارة وتجمع اش تنطيني تنطيني 12 واي تساويلي اشارات مختلفة اشارة الرقم الكبير سالب واطرح ينطيني سالب ثمانية انا شريت استاذ احنا نريد الواي شكوا يمي الواي اكو سالب 12 اقسم على سالب 12 اقسم على سالب 12 السالب 12 يروح ويا سالب 12 فيبقى عندي واي يساوي السالب يختصر ويا السالب على اربعة بيها ثنيا على اربعة بيها ثلاثة اذا هنا تقبل قسمة على اربعة ثمانية كم اربعة بيها ثنيا الاثناش كم اربعة بيها ثلاثة جيد راح اجي اقل لان معادلة رقم واحد هاي الجديدة انجر خط سرحنا مرتب الاكس انزل على متطلع اكس اكس ينزل يساوي عشرة ناقص ثمانية في اشيل الواي اكتب مكانها ثنيا على ثلاثة اكتب مكانها ثنيا على ثلاثة وانا خايف من شغلة وحدة راح يجيني طاليب يقل لي عشرة ناقص ثمانية ثنيا وهذا بق عيونه يتفقسهم حبيبي ما يصير تقل لي عشرة ناقص ثمانية عندي عملية الضرب اتخلص من الضرب وراها ارجع للجمع والطرح دير بالك انا خايف من هاي الشغلة لان هوي طلاب قبل يقول عشرة ناقص ثمانية وخاثنيا وينتهي بعد لا حبيبي انا عشرة ناقص ثمانية ابقيها ابلش بالضرب يلا ارجع اذا الاكس ينزل العشرة انزلها الناقص تنزل شوف هاي شنو مقامها استاذ مقامها واحد انا مو عندي عمليات ضرب اضرب البسط في البسط المقام في المقام واحد في ثلاثة ثلاثة ثمانية في ثنيا سطعش جيد اللي هنا ممتاز جدا هسا صار عندي شوف صار عندي صار عندي عشرة ناقص سطعش على ثلاثة اوحد مقامات لان هناك سور هذا يعتبر مقامة واحد ان واحد مقامات واحد في ثلاثة 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 كم واحد ثلاثة ثلاثة في عشرة ثلاثين ناقص ثلاثة كم ثلاثة بيها واحد واحد في سطعش سطعش المقام ثلاثة هسا نقول ثلاثين ناقص سطعش او يا ايا تجي على صفحة تقول ثلاثين بسطعش ناقص خاف واحد من يعرف هنا صفر ناقص ستة ما يصير تداين هاي يصير اثنين هاي يصير عشرة عشرة ناقص ستة بيها اربعة اثنين ناقص واحد ينطيني واحد اذا اربع طعش اذا هنا نتكتب اكس تساوي لاربع طعش على ثلاثة وحدنا مقامات هاي طريقة توحيد المقامات زين هسا صار عندك اكس واي معلومة اذا اس مجموعة الحال اربع طعش على ثلاثة باثنين على ثلاثة انتهى اي نعم انتهى هسا احنا بعدنا مستمرين بالتعويض طبعا راح تجي انت تحدد تاخذ معادلة واحد لو معادلة اثنين اذا اجيت اخذت معادلة واحد نقليت هسا معادلة واحد هي مو اثنين اكس زائد ثلاثة واي تساوي واحد راح تقولي استاذ انقل ثلاثة واي للطرف الاخر صير اثنين اكس يساوي واحد ناقص ثلاثة واي استاذ انت قلت لي لازم الاكس معاملة يكون واحد اقسم المعادلة على اثنين لاثنين راحة تويل اثنين اكس راح تساوي واحد على اثنين ناقص ثلاثة على اثنين واي وهاي معادلة رقم واحد انقل للواي ايش راح يصير ثلاثة اكس تساوي سالب اثنين واي منه تحوله يصير موجة باثنين واي الصفر ما نكتبه بعد انا اريد الاكس يكون معاملة واحد اقل تقسيم ثلاثة ثلاثة راح يروح ويا لثلاثة اذا اكس راح يساوي اثنيا على ثلاثة واي هاي معادلة رقم اثنيا راح اجي اقل لنا وعوض معادلة اثنيا في معادلة واحد وانها معادلة واحد هاي اشيل الاكس اش قد قيمة الاكس اثنيا على ثلاثة واي اذا هاي الاثنين راح تنزل هذا الاكس راح اشيله اش اكتبه مكانه اثنيا على ثلاثة واي والزائد ثلاثة واي ينزل يساوي لواحد الاثنين نزلت الـ X في لتكتبت قيمتها 2 على 3Y والزايد 3Y اللي يساوي 1 نزلتهم هذا شن العملية هنا ضرب هنا مقام أشقد 1 أضرب البسط في البسط المقام في المقام 2 في 2 4 1 في 3 3Y زايد 3Y يساوي لي 1 2 في 2 4 1 في 3 3 إذن 4 على 3Y زايد 3Y يساوي 1 هسا دولة مش شابين وشاراتهم مش شابهة دولة نفس وي بواي ومعاملاتهم 4 على 3 زايد 3 راح أجي أجمحهم على صفحة ش راح أسوي راح نجي نجمحهم على يمن على صفحة باعوا ياي انت ش عندك مو عندك 4 على 3Y زايد 3Y أي استاذ عندي يجي زيان الواي وحدة نزلها على صفحة نقلها 4 على 3 زايد 3 انوحد مقامات هذا مقامة 1 3 في 1 3 3 كم 3 بيها 1 1 في 4 4 زايد 3 كم 1 3 3 في 3 9 المقامة 3 4 زايد 9 3 طاعدة نقسم على 13 بس هذا كسر علاج الكسر أضرب بالمقلوب مالة أضرب بالمقلوب مالة هاي خليها قاعدة يمك إذا عندي كسر أريد أتخلص من الكسر شنوه؟ راح أقل لك أضرب بالمقلوب مالة هسا 13 على 3Y في 3 على 13 3 على 13 في 13 على 3Y يساوي 1 في 13 على 3 13 ويلا 13 3 ويلا 3 إذن الواي راح يساوي 1 في 3 على 13 هو 3 على 13 طفت الكهرباء جدي خليت لعب علينا إذن طلعت الواي هسا أريد أطلع الـ X أقل لن معادلة رقم 2 هاي معادلة رقم 2 X تساوي 2 على 3 هاي الواي راح أشيله شكتيب 3 على 13 3 على 13 X تساوي ضرب اعتياد بسط فيه بسط مقام فيه مقام 2 فيه 3 6 3 فيه 13 39 ضرب اعتيادي 13 3 3 فيه 3 9 3 فيه 1 3 X تساوي أكو اختصار نعم على 3 6 كم 3 بيها 2 39 كم 3 بيها 13 على 3 تقبل على 3 بيها 2 على 3 بيها شكت بيها 1 بيها 3 بيها 13 إذن الـ X طلع لي 2 على 13 S مجموعة الحل هي منية هي 2 على 13 و 3 على 13 تريد هذا الحل عادي وماكو مشكلة تريد تحل مثل المساع شفتيب كيفك صار عندك طريقة نشوفتك يا وهاي الطريقة الثانية اللي أخذنا بيها المعادلة رقم 2 كانت أسهل خلصت محاضرة اليوم وخلص موضوع التعويض والحدث إن شاء الله نكمل بقية المواضيع بالمحاضرات القادمة بسبب زادة